السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله يكواني الأفضل أينما كنتم نحن اليوم الاثنين خمسة وعشرين مارس الموافق للخامس عشر من رمضان والساعة الآن الحدي عشر إلا دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لك مباشرة عبر اليوتيوب وعبر التيك توك مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله أعزل في اللون إخواني تلاحظون أنني تأخرت قليلا حوالي عشر ثواني قبل أن أبدأ وأنني أعدت كلمة السلام عليكم ورحمة الله لأنني فوجئت أني كان هناك من رسلني من قبل وقال لي أنك لا تبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله طبعا تفاجأت قلت غريب كأنهم لا يسمعون وبالفعل أمس أو أول أمس قال للمساعد أمس قال لي بعض الفيديوهات أو كثير من الفيديوهات ترى هي لا تظهر فيها كلمة السلام فيبدو أنه في الثواني الأولى اليوتيوب ما يسجلش التدخل ربما على عكس التيك توك أنا بالمناسبة أنا معكم على التيك توك وعلى اليوتيوب طبعا الفيسبوك ما زلنا تحت الحصار الفيسبوك أنت زكربرغ والجماعة الإجرامية التي تدير الفيسبوك بطاعة الحال صفحة ضعفها إلى شكل تكاد لا تظهر لأي إن كان عموما إذن هذا فقط لإخواني اللي كانوا مرات أبدوا ملاحظات وكنا قلنا لهم لا أراكم غلطين ربما كان إذن هناك فقط أمر تقني وهو أنه المشكل في اليوتيوب صراحة نشوفوا إخواني أنا باش نكون صريح مع الجميع السلام هو الأصل أنا حتى مرات كي نذكر تحيات أخرى مثل أزول في اللون أو تقول صباح الخير أو مساء الخير أو بونسوار أو هلو أو جود إبنين أو بأي لغة هذه إضافة هذه إضافة بالصحفة الأصل إضافة مرات سافي بليزير خاصة لخوتنا مرات خوتنا لقبائل أو جزء منهم يفرح يعني يما يشعر بأن خوته الجزائريين الآخرين يعترفون بثقافتهم ويعترفون لكن السلام رهي للجميع القبائل ولا غير القبائل السلام هي للجميع بل بالعكس الشيء الجميل في كلمة السلام أنها إضافة إلى أنها تحية أهل الجنة تحيةهم فيها سلامة تحيةهم يوم ويلقونه سلامة إضافة إلى أنها تحية أهل الجنة كلمة السلام وأنا أنصح الناس بأن ينشروا السلام يعني في حتى حديث للصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول من بين الأشياء التي تنشر السعادة وتنشر الأخوة وتنشر هي افش السلام ثم كلمة السلام بالذات تعني peace بالانجليزية تعني la pay بالفرنسية وبكل اللغات السلام هو بعبارة أخرى ليقول لك السلام يعني يعطيك الأمان من جهته لا يريد بك شرا لا يريد بك قلقا في واحد من الأخ يشوف يقول صلح التاريخ مش عارفي لكن فيه خلل في التاريخ اللي هو على كل نحن اليوم 25 مارس ثم نحن شخصيا قناعاتي هو أنها لا تخرج على ما هو معلوم في الإسلام وفي الدين بالضرورة ما هو معلوم بالضرورة والسلام هذا شيء وإن كان ليس من الأصول وليس من العقائد لكنه معروف يعني كلمة السلام معروفة هي تحية المسلمين فحياكم الله جميعا والسلام عليكم جميعا وعذرا لإخواني اللي ربما كانوا حقين حينما قالوا أنهم لم يسمعوا السلام في البداية حديثي إليكم اليوم أساسا يتعلق حول غزة ولكن أيضا مجموعة من القضايا الأخرى وهي قضايا ربما ذات أهمية بما فيها خبر قبل قليل استمعت إليه وهو طرد جنرالات السودان للسفير الإماراتي في السودان هذا خبر هذا خبر مهم جدا لأنه يكشف دولة المسخة وبن زايد من طرف جنرالات كانوا حلفاء لهم أرسلوا جنود سودانيين يقاتلون في اليمن منذ 2015 ولكن الأمور تغيرت سنعود إذن إلى هذا الموضوع نعود أيضا إلى موضوع دولي آخر لا يقل خطورة بل من بين أخطر المواضيع التي طرحت وهي التفجير الإرهابي الذي يقع في موسكو قبل أيام والذي له تداعيات وتداعيات كبيرة جدا هناك حالة من الرعب داخل كثير من المسلمين الأسيويين الذين يعيشوا في روسيا وعموم المسلمين لأنهم تعرضوا بعضهم تعرضوا لاعتقالات ولضرب ولهجومات لأن الروس أعلنوا من أن الأربعة التي تهموهم بهذه العملية الإرهابية كلهم مسلمين وبالضبط من دولة تسمى تاجكستان دولة صغيرة جدا محشورة ما بين الصين وأفغانستان وأوزباكستان وقرغزستان أيضا وهي دولة حبيسة كما يقال يعني دولة ليست لها شواطئ دولة جبلية 90% من أراضيها جبلية فالروس أعلنوا من أن الإرهابيين الأربعة هم من هذه الدولة وذكروا أسماءهم ربما نرجعوا لها أيضا لهذا الموضوع لأن بوتين وهو يقول أن الذين قاموا بهذه العملية هم إسلاميين متطرفين إلا أنه قال أن هؤلاء هم المنفذين لكن نحن نريد أن نرى من هم المنظمين من هم خلف هذا الهجوم طبعا هذا الموضوع في روسيا قال بالدنيا كما يقول وعموما له تدعيات يعني موضوع ثالث آخر وهمنا وإن كان ربما بشكل غير مباشر وهو ما حدث في السينيغال وانتخابات رئاسية جرت أمس وفاز فيها شعب مقياس يعني شاب عمره 44 سنة كان قبل شهر كان في السجن قبل شهر كان في السجن واليوم فاز بانتخابات رئاسية هل ممكن نتوقع بشيء مثل هذا احنا في الجزائر طبعا مدام مدام الحكم العسكري لا يمكن إطلاقا حتى في السينيغال الموضوع الساعة هذه ساعة بريطانيا صحيح ساعة جرينيتش ماهيش ماغيرناهاش لكن عموما هي الان في الجزائر ساعة لان احتاش وصدقها اذا رح نرجع لهذا ولو ولو بسرعة وارجع فيما بعد ساعود فيما بعد الى قضية سراجدال بعض الناس قالوا لي رك ماكش تعطي اهمية للجزائر خاصيا صحيح لكن رح نناقش هذه النقطة لان هناك خداع وهناك ضغط وهناك بعض الناس اللي عندهم رغبة في ان يريدوا ان يسمعوا اي شيء جميل عن الجزائر للأسف انا لست من الذين يبيعون الاوهام يعني كون كنت نبيع الاوهام كون ابقيت دبلوماسي منذ اللي غادرتها منذ مين قارب من ثلاثين سنين فرح نناقش هذا النقطة ربما ان شاء الله في نهاية الحديث بداية اذا مش عارف علاش واحد رح مركز على قضية التوقيت والساعة لا افهم لماذا اه اعود الى نقطة ايضا كنا طرحناها من قبل وهي قضية سألتكم اذا كان تفضلون ان يكون هناك جزئين في اللايب او يكون هناك نستمر كما هو الحال الحقيقة انه كانت هناك ثلاث آراء رأي رأي يقول انه نعم تكون فيه جزئين افضل يعني كنت اقترحت انه ممكن يكون اللايب على شكل جزئين بيناتهم حوالي اربع ساعة ورأيي قال انت اتخذ القرار لا ترى صحيح ولكن اعتقد ان الرأي الغالب كان انه نحافظه على الوضع كما هو وهو لايف واحد قد يدوم ساعة ونص اقل شوية اكثر شوية لكن يكون بدون تقطيع الى جزئين وانا سان شاء الله اتبنى ما قالته الاغلبية مدام سألتكم وبالتالي رأت لكم انتم في الاستشارة في هذا الموضوع سنحافظ على نفس الوضع في غزة اهم موضوع هو هذا اكيد ان الاغلبية منكم تابعوه واكيد ان الكثيرين تحد شافوه او علقوا ليه او تابعوه في القنوات او في المواقع او في غيرها ولكن كان قرار وهو قرار استثنائي حقيقة يعني غير مسبوق غير مسبوق من ناحية ان الولايات المتحدة لم تمتنع عليه هو هذا اعطي الكلمة لأعضاء المجلس الذين يودون الادلاء ببيانات قبل التصويت الكلمة لممثل موزنبيق السيد الرئيس اتشرف بتقديم مشروع القرار هذا نيابة عن الأعضاء العشر للمنتخبين في مجلس الأمن وهي الجزائر الإكوادور غايانا اليابان ملطة كمهورية كوريا سيرا ليون سلوفينيا سويسرا وبلدي المزمبيق هذا ممثل المزمبيق في مجلس العمن سفير المزمبيق في مجلس الأمن ومنسق مجموعة العشرة أي الدول العشر التي هي ما عندهاش عضوية دائمة يعني يجو لمدة سنتين كل قارة تختار اثنين او ثلاثة لمدة سنتين وتتعاقب الدول فمثلا الجزائر هي موجودة الآن قبل ثلاثين سنة ايضا وجودة في مجلس الأمن وهكذا تقريبا كل دولة تحصل على عضوية مجلس الأمن مرة كل خمسة وعشرين ثلاثين سنة خارج الدول الخمسة اللي هي الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا والصين اللي هي ما يسمى بالأعضاء الخمسة الدائمون اللي عندهم حق الفيتو مش فقط انهم دائمون ما يتغيروش انما عندهم ايضا حق الفيتو بمعنى ان اي واحد يستطيع ان يوقف القرار المتحدة مثلا عطلت ثلاث قرارات بخصوص غزة ووقف اطلاق النار ثلاث قرارات عطلتها الولايات المتحدة بالفيتو اليوم القرار اللي صدر اليوم الولايات المتحدة لم توافق عليه ولكنها لم تعترض عليه ولذلك صدر اي انها امتنعت عن التصويت الدول عندها ثلاث حالات توافق ترفض او تمتنع التصويت اذا تمتنع التصويت ما يكونش عندها اي تأثير اذا رفضت اذا كانت من دول الخمسة ما يمرش القرار اذا كانت من دول العشرة اللي هما كما قلنا يمروا مرة كل 25-30 سنة ما عندهمش قيمة اللهم الا اذا كانوا خمس دول خمس دول من هذة دول العشرة رفضت ما يمرش القرار لان القرار يجب ان يمر ب11 من ال15 بشرط ان توافق عليه الخمسة الكبار كما يسمونه خمسة القوى الاستعمارية مر القرار واش في القرار القرار فيه وقف اطلاق فوري وقف اطلاق النار فوري الآن غير مشروط بمعنى مش لازم يكون وقف اطلاق النار اذا فعلت المقاومة كذا يعني على اسرائيل ان توقف اطلاق النار حالا بدون شروط ولمدة كم اسبوعين مدة ما بقية من رمضان بقية من رمضان نصف الشهر وان تدخل المساعدات وان يتم اطلاق الرهاين الى اخير الى اخير لكن اهم ما فيه هو وقف اطلاق النار فورا وبدون شروط لمدة اسبوعين هذا القرار احدث ضجع للصعيد العالمي لماذا؟ لانه لاول مرة منذ اكثر من مية وسبعين يوم نحن اليوم مية وسبعين يوم منذ التوحش صهيوني لد غزة ومنذ سبع اكتوبر ايضا يجب ان نذكر بذلك اول مرة يصدر قرار من مجلس الامن حول غزة كل القرارات الماضية اوقفتها الولايات المتحدة ثلاثة او مرات مثل القرار الاخير قبل حوالي اسبوع كانت الولايات المتحدة تقدمت بقرار اوقفته الصين وروسيا هم اللي عندهم حق البيتو جزائر ايضا كانت معهم كانت ضد القرار الامريكي لكن جزائر ما عنداش حق البيتو فلو كان ما لم يكن الصين او روسيا ضد القرار لمر القرار الامريكي الصين وروسيا اليوم قالوا لماذا انهم كانوا ضد القرار الامريكي قالوا ان القرار الامريكي فارغ من محتوى هو انه مشروط بحيث يعطي اسرائيل الحق انه فقط او يطلب منها ان توقف اطلاق النار فقط اذا ما اطلق سرح الرهائم ولذلك اليوم الصين هاجمت الولايات المتحدة وروسيا ايضا هاجمت الولايات المتحدة وردت على الهجوم الامريكي لأن الولايات المتحدة أيضا هاجمت البلدين لكن وجوم الصين كان قوي اليوم حقيقة على المواقف الأمريكية تبعا لها المواقف الإسرائيلية الروس عودنا منذ حرب أوكرانيا المواقف الروسية فيها شدة افتجاه أمريكا والعكس صحيح مرور القرار هذا اللي رحبت به الفلسطينيون سواء كانوا المقاومة أو حتى السلطة اللي تسمى السلطة الوطنية الفلسطينية اللي هي ميليشيات عباس بعبارة هذا إذن رحبوا به الفلسطينيون رحبت به الدول جميعها وكما قلنا 14 دولة وفقت عليه بما فيه بريطانيا فرنسا وهؤلاء حلفاء الولايات المتحدة وهم أيضا من داعم إسرائيل ومن صانعية مثل بريطانيا فرنسا هي رعطات السلاح النووي مثلا لإسرائيل وأقدمت فرنسا جابت الإسرائيليين لقامة التفجيرات النووية اللي يسموه الجربوع الأزرق بالذات التفجير النووي واحد من التفجيرات اللي يسموه الجربوع الأزرق هذا كانت لتمرين أو لإعطاء القنبلة النووية والإعطاء التقنية النووية الإسرائيليين والإسرائيليين شاركوا في تلك التجربة في الجزائر إذن حلفاء إسرائيل وداعميها مثل بريطانيا وفرنسا مثل كوريا الجنوبية أيضا واليابان اللي هم في السياسهم الخارجية تقريبا تابعين تماما الولايات المتحدة هذا كلهم وافقوا بالمناسبة ليابان هي اللي ترأس مجلس الأمن في هذا الشهر كل بلد من البلدان اللي رأهم موجودين الآن في مجلس الأمن يرأس مجلس الأمن شهر هكذا الدور الرئاسة مجلس الأمن الولايات المتحدة فقط اللي امتنعت الولايات المتحدة قالوا أنها لو أن كانت هناك إدانة لحماس وليس 7 أكتوبر لما امتنعوا أي أن القرار صدر بدون إدانة 7 أكتوبر بدون إدانة المقاومة في الحقيقة هذا في الحد ذاته ويعتبر انتصار كبير للمقاومة بمعنى أن الدول كلها اللي وافقت بما فيها بريطانيا وفرنسا والدول الأخرى اللي هي داعمة لإسرائيل أو على الأقل تابع للولايات المتحدة في موقفها لم ترى ضرورة إدانة المقاومة السفير الصيني كان قال قبل حوالي 3 أسبوع أو 4 أسبوع أن المقاومة لها الحق أن المقاومة الفلسطينية لها الحق في الرد عسكريا على إسرائيل وأن هذا موجود في القانون الدولي وذكر حتى اللائحة يومها أو القرار اللي هو قرار 30-60 مش عارف له هذا لائحة تابع للجمعية العامة أو قرار مجلس الأمن عموما القانون الدولي يعطي للدول التي تخضع الاحتلال أن تقاوم المحتل بكل الطرق بما فيها العمل المسلح طبعا وفق بعض الشروط هذا القرار بالغ الأهمية بالغ الأهمية باش نعرفوه بالغ الأهمية وبالغ الخطورة نشوفوا الموقف الإسرائيلي الموقف الإسرائيلي كان شديد الإنزعاج الممثل إسرائيل في مجلس الأمن شنه وجوما على القرار قال عندما ترحب به حماس هذا جاء فيما بعد قاله الوزراء لكن السفير الإسرائيلي هناك هاجموا قال أن هذا يرضي حماس وأنكم تدعمون الإرهاب وأننا هنا ونحن نندد بما حدث من عملية إرهابية في روسيا فإن آخرين يدعمون الإرهاب في إسرائيل طبعا كلامه مردود عليه بسبعين ألف رد يعني فيش داعي هنا باش نعود نناقش هذا الردود لكن باختسار بسيط هو أن إسرائيل تحتل غزة والضفة الغربية حتى باعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل دول غربية تعتبر الضفة الغربية وغزة تحت الاحتلال ناهيك أن هناك فلسطينيين لا يعترفون أصلا بوجود الكائن الإسرائيلي وهناك من يريد أن يعود على الأقل لقرار التقسيم اللي هو قرار يعطي 45% لفلسطينيين من أرض التاريخية لفلسطين شن هجوم عنيف هذا السفير الإسرائيلي على القرار على الدول التي كانت قراء القرار على الأمم المتحدة على الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء آخرين مثل بن قفير أو سموتريتش أو شن هجوم عنيف أيضا واتهموا الأمم المتحدة بأنها معادية للسامية معادية لإسرائيل تهموها بمجرد أن نصدر القرار مرة أخرى نذكر أن هذا الكيان الصهيوني الإرابي أنشأته الأمم المتحدة نشأ بقرار واحد ثمانية واحد اللي هو يعرف بقرار التقسيم أي أنه أعطى فلسطيني التاريخي أعطى نصفها لهذا الكيان أكثر من نصف 55% من تدعيات هذا القرار أن نتنياهو كان غاضبا جدا ومن عمليا ألغى زيارة لأحد كبار المسؤولين العسكريين ومدنيين كانوا في طريقهم إلى واشنطن باش يتلقوا الأمريكيين وباش يتناقشوا في مجموعة قضايا منها قضية الهجوم على رفاح منها قضية السفقة مع حماس منها قضايا تتعلق بالوضع النهائي لغزة إلى آخره ألغى وطلب من هذا الوفد أن يعود كان في طريقه إلى واشنطن وكان هناك هجوم من القريبين من نتنياهو على بما فيهم بنغفيرس موتريتش وأخرين على الولايات المتحدة وقالوا أن الولايات المتحدة بهذه الطريقة لم تمنع صدر القرارة كما كانت تفعل في الأشهر الماضية يعني هذا دعم لحماس الطريق غير مباشر وأنهم يعطلون فوزنا وانتصارنا هناك وأن هذا سيطيل العملية وهو اعتراف غير مباشر منهم من أنه بدون الولايات المتحدة إذن لن تستطيعوا أن تذهبوا بعيدا وأن العالم كان سيودينكم في إسرائيل في الكيان هذا الإجرامي كبار المعارضين وحتى بعض بعض اللي هما كانوا في الحكومة هاجموا نتنياهو وقالوا إن موقف الولايات المتحدة بالامتناع وبتركها أن يصدر هذا القناة كما قلنا معناه الامتناع معناه القرار مضى أن نتنياهو يدمر العلاقات مع الولايات المتحدة وجدنا مثلا واحد مثل يهود باراك اللي كان التقاه بودفليقة على هامش جنازة حسن الثاني في المغرب في الرباط يهود باراك مثلا يقول كان رئيس وزراء آنذاك واللقاء كان في 99 على هامش وفاة حسن الثاني يقول رئيس الوزراء الأسبق إذن يهود باراك إن قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن والمطلوب اتخاذ قرارات صعبة ما هي هذه القرارات اللي اقترحها يهود باراك هو إجراء انتخابات فورا وهو ما سيخرج إسرائيل من أزمتها العميقة وزيرة الخارجية سيفي ليفني سابقة مشهورة هذه الوزيرة لسباب كثيرة بدون الدخول في تفاصيلها إن وجود الصدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس ونتنياهو يقودنا لذلك ولبيد وغيره من الكبار المسؤولين السابقين أو الحاليين معارضين اللي هاجموا نتنياهو وقالوا أن هذه السياسات نتنياهو تدمر العلاقة مع الولايات المتحدة وأن إسرائيل بدون الولايات المتحدة ستكون في وضع سيء وسيء جدا هذا أيضا ما كتبته كثير من المواقع والصحف وقنواتهم ما قالته قنواتهم اللي قالت من أن تدمير العلاقة مع الولايات المتحدة هو دمار لإسرائيل ولو بعد حين طبعا حملوا المسؤولية كلهم لنتنياهو من بين المواقف اللي استعجبت لهنا أيضا هو أن واحد مثل ترامب أيضا حتى ترامب اللي طبعا ترامب التطرف التطرف الجمهوريين التطرف اليمين يدعم إسرائيل في المطلق إلى آخر إلا أنه قال من أن الوجوم على رفح ليس أمرا جيدا وأنه من الأحسن أن يفكروا في إنهاء هذه الحرب الزعيم التطرف اليميني في الولايات المتحدة واللي يدعم إسرائيل في المطلق واللي كان ماشي في معرفة بمشروع القرن وهو اللي في فترة رئاسه ما بين 2016 و2020 ضغط في قضية معرفة باتفاقات الإبراهيمية اللي ضمت لها المغرب والإمارات والبحرين ضموا وفتحوا علاقات مباشرة وصفارات أو ممثليات دبلوماسية لإسرائيل وعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ترامب هو أيضا مش متحمس كثير لقضية الهجوم على رفح والاستمرار هذه الحرب وأبدأ يفكر ويقول من أنه ربما يجب التفكير مرة أخرى في هذا الموضوع طبعا الإدارة الأمريكية بايدن الصهيوني الذي يعلن علانية من أنه صهيوني وأنه مع الصهيونية وأنه لو لم تكن إسرائيل موجود لأن شأناها وأنه صهيوني دون أن يكون يهودي لماذا قرر بايدن ومعه بلينكين اليهودي الصهيوني لماذا قرروا إذن أن يتركوا هذا القرار يمر هذا هو السؤال المطروح اليوم واللي عنده إجابات كثيرة جدا وتعليقات في كافة مواقع المواقع وتلفزيونات والإعلام العالمي الحقيقة أنهم وصلوا إلى مرحلة من الإنزعاج منه هنا في هذا اللايب وربما في كتابات أخرى خاصة على تويتر كنت قلت عدة مرات من أنهم سيصلون إلى هذه المرحلة لأن بالنسبة لنتنياه ومن معه يستمرون في هذه الحرب أكثر لمصالحهم الخاصة وليس للمصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولولايات المتحدة لإسرائيل هي في الحقيقة أحد أدواتها أو الأدوات الوظيفية هناك مجموعة كبيرة من الدول الوظيفية في العالم تخدم الإمبراطورية على رأس هذه الدول هي إسرائيل والباقي الأنظمة في المنطقة العربية كلهم كل الأنظمة العربية بلا استثناء هي أنظمة تقدم خدمات للإمبراطورية الأمريكية لكن هناك دول تقدم خدمات في المطلق وبتحمس هنا تجد السيسي تجد الإمارات تجد بن زايد وبن سلمان وهناك دول تقدم خدمات ولكن بالنسبة إليها هذا يدخل في إطار دفاع المصالح الوطنية هنا تجد قطر تجد المغرب تجد الجزائر تجد تونس تجد إلى آخرها إذن هناك فرق هم كلهم يقدموا خدمات للإمبراطورية مثلا الدليل في الوقت النظام في الجزائر يتحدث على أنه ضد الحرب في غزة وأنه ضد الموقف الأمريكي إلى آخره كانت قبل ثلاث أسابيع نوع من المناورة العسكرية وجود وفد عسكري أمريكي كبير في الجزائر وأمس أيضا وأول أمس كان موجود أكيد أن الجزائريين واللي رمي سمعوا فيها الآن ما سمعوش به لماذا؟ لأن الإعلام والنظام لا يريد أن يظهر هذا الجزائريين كيفاش عرفنا إحنا هذا الموضوع؟ عرفناه عن طريق السفيرة الأمريكية لا أعرف إذا كانت هناك قناة أو جريدة أو من جرائد العصابة تحدثت عن هذا الموضوع لكن اللي أعرفوا أنهم في هذه الحالات في الغالب يغطوا يعني وجت دير الباخرة بارجة حربية ضخمة أمريكية ومعها جنرالات أمريكيون وجنود أمريكيون وبحار أمريكيون في الجزائر في وقت أمريكا تقدم أسلحة هائلة ودعم هائل للكين الإسرائيلي هذا السؤال في الغالب يهربوا منه وما يقدرش يجاوبوا عليه بعض من ناس يقول لك ما عليش نحن لدينا علاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تكون لدينا علاقات إلى آخر آه نعم طبيعا تكون لديك علاقات لكن لا تكذب على الشعب لا تكذبوش على الشعب وتقولوا أننا نحن ضد الموقف الأمريكي ونحن ضد دعم إسرائيل فقط لا تكذبوش ويجب أن تكون هذه العلاقات علاقات مبنية على المصلحة المشتركة ما هوش أن تكونوا خدم تابعين يعني عبارة عن مرتزقة عند الولايات المتحدة ها هو الفرق بش نعود إذن إلى القرار الأمريكي لماذا هذا القرار القرار الأمريكي لأنه الأمريكان بما فيهم بلينكين اللي كان موجود يوم الجمعة أي يوم أعتقد يوم السبت اللي فات أو الخميس يوم السبت أو الأمس لما علقت على وجوده في إسرائيل قلت أنه كان موجود هناك وكان واضح من ملامح وجهه أنه منزعج مرهق ومنزعج خاصة أنه زار عدة دول في درف ستة أيام نظر أن زار سبعة وثمان دول فكان مرهق وخرج بش يقول قال كلام مفهوم منه أن هناك أكيد أن هناك خلافات تتساعد بعض بعض القريبين من القرار الأمريكي وبعض التسريبات في الإعلام الأمريكي يقولون أن بلينكين اليهودي الصهيوني هو الذي أقنع أكثر بايدن بأنه يجب أن تكون هناك صفعة لإسرائيل وصفعة يشاهدها كل العالم بصدور هذا القرار بعدم رفض هذا القرار لامتناع عن التصويت ومن تالي يصدر هذا القرار وقالوا أن بلينكين يقول وبوضوح الآن أن إسرائيل تخاطر بمصالح إسرائيل الإستراتيجية أن نتنياهو يخاطر بمصالح إسرائيل الإستراتيجية وبمصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية ومن ثم لن نسمح سندعم إسرائيل وسنظل ندعم إسرائيل ولكن هناك خلاف مع نتنياهو وأن هذا الخلاف الآن سكتنا عليه كثير حاولنا نتغضاو عليه حاولنا نبروه لكن يجب أن يظهر للعالم برغم أن كيربي المتعدث باسم الإدارة الأمريكية أحد المتحدثين خرجه قال أنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية وأن الدعم سيظل إسرائيل الحقيقة وأن هذا القرار إذا أخذنا عبارة من عند جماعة كورت القدم أو جماعة الألعاب الجماعية أموما هذا إنذار هذه ورقة صفراء هذه كارت صفراء ضد إسرائيل من طرف الولايات المتحدة وهذه من المرات القليلة جدا اللي الولايات المتحدة تضطر إخراج الكارت الصفراء حدثت مرات سابقة حدثت في 82 في غزو لبنان مثلا حدثت في 92 عندما أصرت الولايات المتحدة على أخذ أخذ إسرائيل إلى معرفة بمؤتمر مادريد للسلام أنا ذاك إلى آخره لكن هذه المرة كان في خضم حرب حقيقية وكبيرة جدا وحرب هزت العالم أجمع ما هي تدعيات هذا القرار يعني ما هي فوائد هذا القرار ذا الشيء نذكرون منه 4 أو 5 نقاط كنت كتبتم هنا على السريع الآن وأنا قبل ما ندخل إذن لأول مرة أول الأشياء أو الملاحظات لأول مرة الولايات المتحدة لا تعارض قرار يطالب وقف اطلاق النار صحيح أن القرار مؤقت لمدة 15 يوم تبقى في رمضان ولكن كلمة وقف اطلاق النار بدون شروط وفورا هذا يعتبر تقدم وتقدم كبير الأمر الثاني كون أن حول فا الولايات المتحدة مثل البريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية باش نذكر هذه الأربعة فقط لأن هذه الأربعة هي من بين الدول الاقتصادية العظمى في العالم كلهم يوجدون في الدول الـ 12 الأولى و13 الأولى في الاقتصاد العالمي إضافة إلى أن بريطانيا وفرنسا عندهم سلاح نووي وافقوا على القرار مش امتنعوا وافقوا على القرار الأمر الثالث هذا سيحرر كثير من الدول اللي تخاف من الولايات المتحدة كي تأخذ قرار ضد إسرائيل لازم تفكر أن إسرائيل هذه رهي بنت الإمبراطورية من الإمبراطورية الأمريكية فهذا القرار إذا شئنا يعطي ضوءا أخضر للدول الكثيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة أو الخاضعة لها أو بأن أنها يمكن أن تتخذ قرارات ضد إسرائيل هذا مهم جدا هذا أيضا يعطي ضوءا أخضر لمنظمات حقوقية ومنظمات خيرية ومنظمات إنسانية على رأس الولايات المتحدة لأمم المتحدة أن تذهب أبعد في قراراتها في مواقفها من هذا الكاين الإسرائيلي لأن الولايات المتحدة الآن لم تعد تعترض امتنعت فقط هذا القرار أيضا يضع قلق إضافي للصراعات داخل الكاين الصهيوني يزيد من تفتيتهم وتشتيتهم وخصوماتهم مثلا غدا في ما يسمى بلكنيسة برلمان الصهيوني هذا سيناقشون قضية تجنيد الحريديم قانون حول التجنيد في إسرائيل وهو يتعلق بقضية الحريديم اللي هما المتدينين الذين يرفضون الذهاب إلى التجنيد وهذا حول هذا الموضوع أصلا كإنقسامات كبيرة جدا احتمال كبير أن هذا غانتس مثلا عضو مجلس الحرب وهو جنرال سابق ووزير دفاع سابق قد يستقيل غدا من مجلس الحرب مما يعني أن هذا مجلس الحرب قد ينهار غدا وعلاش إذا مر هذا القانون اللي هو قانون التجنيد واللي نيتنياهو وحلفاء في الصهيونية الدينية يريدون إعطاء الاستثناء مرة أخرى للحريديم حتى لا ينضموا للتجنيد العلمانيين داخل إسرائيل غاضبين جدا يقولوا أن هؤلاء المتدينين جزء منهم اللي هم الحريديم مثلوا حوالي 15% من كل سبعة إسرائيليين واحد حريديم لا يعملون في الغالب لا يشتغلون يأخذوا المساعدات تحت الدولة يأتون بأولاد كثير جدا ويحصلون على المساعدات كثيرة جدا على هذا وأيضا يرفضون العمل في الجيش ويعتبرونه أنه مخالفة لشريعة الرب خاصة بسبب الإختلاط ولكن أيضا لأسباب أخرى ومنها أن الذكورهم يجب أن يقرؤوا ويظلوا يقرؤون التوراة منذ سن الثالثة أو الرابعة وهم أطفال إلى سن الأربعين تقريبا يقضوا ربعين سنة الأولى من أعمارهم في ما يسمونه بدراسة التوراة ويعتبرون أن هذا أهم من إسرائيل ومن الوطن من أي شيء آخر وهو دراسة شريعة الرب أو شريعة موسى كما يقولون طبعا نحن نعرف أن هذه الشريعة للأسف حرفوها وزوروها بإشكال كثيرة جدا إذن هذا الموضوع موضوع مرور قرار في مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من طرف البيت المتحدة سيعمق الخلافات إضافة إلى مواضيع أخرى خلافية في الكائن احتمال كبير إذن غدا نرى انهيار مجلس الحرب اليوم مثلا شفنا خروج واحد يسمى جدعون ساعر وهذا شخصية مهمة هناك خرج من حكومة الطوارئ واستقل منها إذا زاد خرج غانتس من حكومة الطوارئ ومن مجلس الحرب وهذا محتمل جدا هو ومعاه ربما أزن كورت فهذا يعني انهيار مجلس الحرب وانهيار حكومة الطوارئ تبقى الحكومة فقط مما سيضغط بشدة على نتنياه وحلفاء أن يذهبوا الانتخابات وهذا يؤثر على الحرب في غزة خصوماتهم وصراعاتهم وانقساماتهم وتشتتهم هو في خدمة المستضعفين والذين يقتلون بطريقة بشعة ومتوحشة في غزة وأيضا في الضفة الغربية إذن هذا القرار من أهم تدعيته إضافة إلى أنه سيحرر الكثيرين في العالم الخارجي من أجل أن يقولوا كلام قوي ويأخذوا مواقف قوية ضد الكلمة الإسرائيل مثلا شفنا بوريل اللي هو عنده مواقف معقولة في الوسبوع الأخير لكن قال يجب هذا القرار أن ينفذ حالا طبعا الولايات المتحدة تقول أن هذا القرار ليس إلزامي إنه ليس ضمن ما يعرف بالفصل السابع الفصل السابع هو القرارات على مجلس الأمن النوعين قرارات تصدر ضمنها الفصل السابع لمثاق الأمم المتحدة وقرارات خارج فصل السابع قرارات فصل السابع إلزامية يعني عندما يصدر يجب أن ينفذ أو تتخذ الدول تستطيع أن تتخذ الدول مواقف بما فيها حرب مثلا ضد الطرف الذي يرفض وهذا كانت استغلات الولايات المتحدة عدة مرات للتدخل في عدة بلدان في الخارج أما القرارات التي لا تصدر ضمن الفصل السابع تبقى مهمة جدا ولكن ليس لها نفس القوة هي أضعف قليلا من القرارات الصادرة ضمن الفصل السابع من بين الانقسامات مثلا هو ما زال تجدد المظاهرات مثلا داخل هذا الكيان مظاهرات داخل هذا الكيان مستمرة ومستمرة بشدة مثلا هنا هذه واحدة منها هذه مظاهرات للإسرائيليين وهنا جزء يطالب برحيل الحكومة وهم ضد الحكومة وجزء اللي هما أهالي ما يسموه بالمخطوفين أو الأسرة بعبارة أدق إذن هذا الكيان برغم توحشه برغم برباريته برغم قتل الفضيع للفلسطينيين وما زال قتل بشع جدا قتل الأطفال قتل النساء قتل الرجال تدمير للبيوت للمساجد للمدارس للمستشفيات خاصة هاجم مستشفى الأمل هاجم مستشفيات أخرى مستشفى الشفاء منذ ثمانية أيام وهم يدمرونه تدميرا هائلا كل هذا مع ذلك فإن خصوماتهم وصراعاتهم وانقلاب جزئي ولو جزئي من القوى الغربية المناصرة لهم وامتعاض جزء آخر من هذه القوى على رأس الولايات المتحدة وصدور مثل هذا القرار هذا كله ضد هذا الكيان يضعفه وكما قالوا بعض كبار المسؤون الغربيين بما فيهم بلينكين وبما فيهم آخرين قالوا إن إسرائيل تخاطر بأن تكون منبوذة في الحقيقة هي منبوذة الآن هي مرفوضة من أغلبية العظمى من دول العالم ومن بلدان من شعوب العالم ولكن كما علق أحد أحد الصحفيين الكبار في الغرب قال لو كانت إسرائيل هذه لو كانت إسرائيل هذه خلنشوف بلك عندي المقطع نقرأ لكم جزء منه لو كانت إسرائيل هذه إنسان لا لا أدخل مستشفى المجنين إنهم يتصرفون كما يتصرف إنسان المجنون ربما لدي مقطع هنا سأقرأ لكم من المقطعين اللي يكتب هذا هو بول بول كيلر وهو كاتب بريطاني إن السابع من أكتوبر الذي أطلق المرحلة النهائية قد جلب لنا العار الكامل لإسرائيل قد جلب الآن العار الكامل لإسرائيل لقد أظهر سابع أكتوبر أن إسرائيل مجنونة إنها غير طبيعية لو كانت إسرائيل إنسانا لكانت في المستشفى هذه عملية مجنونة يقومون بها شعبها مجنون هؤلاء الشباب الذين ينفذون عملية القتل هم أبعد من خيالنا يمكنك أن تفهم الفلسطينيين ومقاومة هؤلاء السكان الأصليين لكن هذا الشيء إسرائيل فضيع هذه المرحلة النهائية لمشروع استعماري بلا شك ولكن بسبب حجمه وبسبب القصف المروع يجب أن نشعر بالإشمئزاز لأنهم لا يستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم ثم يقولون إنها حربا فكيف يمكن تسمية هذه حربا وهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الجوية منذ مئة وخمسين يوما طبعا نحن اليوم مئة وسبعين يوم ظلوا يلقون القنابل على الناس ليلة نهارا سوف يتعرض جيل كامل من الأطفال لصدمة نفسية كاملة ونحن نرى هذا بعيوننا على بعد خمسة عشر ميلا من الحدود تنتظر شاحنات الغذاء والأطفال يتضورون جوعا ويموتون في نفس الوقت هذا هو أبعد من أي شيء شاهدناه في أي وقت مضى طبعا هذا الموقف بالذات الآن ساءد بشكل كبير وكبير جدا عند الكثيرين من صناع الرأي من الكتاب من المؤثرين من المشاهير حتى اللي ما يقولوش علىنا يقولوه في أحاديثهم الخاصة يقولوه في القرف المغلقة من أن هذا الكيان أظهر بشاعة وفضاعة وتوحش لم يكنوا يتصوروه إطلاقا من بين أيضا الأخبار أو الأشياء الأساسية هو وهذا مثير حقيقة مثير لعدة أسباب منها وهو إطلاق سواريخ من غزة على عسقلان وعلى ما يعرف بغلاف غزة قرى غلاف غزة أو مستوطنات غلاف غزة في اليوم المية وواحد وسبعين وكأننا عدنا إلى البداية صحيح أنها عددها محدود ولكن مع ذلك قدرة المقاومة لا يطلق سواريخ بعد مية وواحد وسبعين يوم هو شيء خارق للعدة يوم وسبعين يوم أطلق فيها ما يزيد عن مئة ألف طن ما هو لوش يقولو كم الآن لكننا عارفين أنهم كانوا يطلقون في حدود ثمانمائة طن من الأسلحة يوميا بمعنى مية وسبعين يعني نتحدث على حوالي مية واربعين مية وخمسين ألف طن من القنابل على منطقة هي عبارة عن حي في أي عاصمة من العاصمة الكبرى ثلتمية وثنين وستين أو ثلاثة وستين كلمتر وربحة إذن يعني حي كبير في العاصمة الكبرى مثل مثلا بريطانيا في المنطقة الغربية من لندن مثلا قد تصل إلى هذا الحجم غرب لندن إذا خذناه في حدود 30-20 ميل أو 30 ميل من وسط لندن وهذا كله يسمى غرب لندن أو نفسها من الشرق لندن أو شمال لندن هذه هي كلها غزة تقديرات إذن في حدود 140 ألف إلى 150 ألف طن من المتفجرات ألقيت على هذا الشعب منطقة صغيرة جدا في وقت قصير جدا على مدنيين اكتذاض مدنيين هذا غير مسبوق قتل الصحفيين الذين قتلوا العدد غير مسبوق الأطفال الذين قتلوا في ضرف أربعة أشهر كما قالت المنظمات الدولية يساوي كل الأطفال الذين قتلوا في الحروب الأخرى في الأربع سنوات الأخيرة قتل موظفين الدوليين موظفين الأنورو قتل الأطباء قتل العقول ركزوا كثيرا على علماء فلسطين على الخبراء في التكنولوجيا على الخبراء في تخصصات معينة في الاقتصاد في البيولوجيا قتلوا عدد هائل طبعا هما يعرفوا الفلسطينيين داخل غزة اسما اسما الآن في حديث على اقتصاب النساء وإن كان هذا ليس مؤكد بعد لكن في حديث على أنهم أيضا أقدموا على اقتصاب هذه الفضاعات كلها يدفعها أهل غزة من أجل الحقيقة تحرر البشرية من هذه الإديولوجية الرهيبة الإجرامية التي أثبتت أنها في وضع كشفت نفسها أمام حتى أنصارها ومدافعيها وبعض اليهود الذين كانوا صهاينة وانقلبوا الآن أو انقلبوا قبل فترة والآن يهاجمون بشدة هذا الكيان الإجرامي عندما ترفض البلايات المتحدة التي هي إسرائيل كما قال أحد كبار الكونغرسمان غراهم قال إن إسرائيل هي عيننا وأذننا هناك في تلك المنطقة إنه مشروع استعماري إمبراطوري هذا المشروع يتلقى ضربات هائلة وأحد أهم الضربات تأتيه من ذاته من نفسه إنه ينتحر وقد ينحر معه القانون الدولي إلى غير رجعة والمنظمات الدولية إلى غير رجعة وربما حتى الليبرالية الغربية حتى ولو بقيت دائما الناس سيذكرونهم ماذا فعلتم ولماذا تركتم مدنيين نساء وأطفال ورجال يقتلون بتلك البشاعة ويجوعون يموتون جوعا الآن لماذا تخاذلتم بل كنتم ترسلون السلاح أمريكا أصلت ثلاثمائة طائرة مليئة بالأسلحة وخمسين سفينة وما زالت تفعل مع ذلك بدأ قليل من النور أو قليل من الضوء يظهر لأهل غزة اللي قلن نشوف سراحة مرة أخرى كل ما تستمع لهم كل ما تشوفهم كل ما تقرأ عن هؤلاء القوم تشعر بأنهم بالفعل نوع خاص يعني مش أي كان وأن هذا الثبات وهذه هو ثبات أسطوري شوفوش يقول هذا رئيس الشباك السابق يعني الشباك هي المخابرات الداخلية ينتح يسموها الشباك ويسموها مرة الشين بيت أيضا وما عندهم أمان مخابرات يسمى أمان وعندهم مخابرات يسمى الشباك أو الشين بيت وعندهم المصاد تلاحظون ما عندهمش أسم الاسم في حد ذاته يعطي قيمة ويعطي شغرة مش كما البؤساء اللي عندنا السفهاء اللي عندنا تسمياتهم كلها يرفوها من عند الفرنسيس ومن عند الآخرين وما عندهم ثلاث أجهز مخابرات المصاد من جهاز مخابرات الخارجي الشين بيت أو الشباك جهاز مخابرات الداخلي وأمان وهي جهاز مخابرات العسكري وش يقول هذا أحد كبار المسؤولين كان مسؤول الشباك مش أحد كبار كان الرئيس شوف وش يقول هنا مخابرات العسكري وش يقول هذا الجنيرال الأمريكي الإسرائيلي رئيس شباك السابق يقول لا أعرف هناك إشكال ربما في اليوتيوب قالوا سأفعل كل شيء لكي أسترجع حريتي شوف فقط لن توقف لثانيا اليوتيوب كل شيء بمعنى بما في حمل السلاح قالوا ماذا تقول في بنغفير واسموت ريت شوفها قالوا هؤلاء إرهابيين هؤلاء إرهابيين وإنهم لا يمثلون شيء كثير داخل إسرائيل ولكنهم يستندون إلى أطرحات اليهودية ما يسمى باليهودية المسيحينية أو المسيحانية ميسيانيك ويخضعون المجتمع لأطرحاتهم إذن هذا مسؤول رئيس المخابرات الداخلية الإسرائيل تسمى الشباك بفترة كان رئيسها يقول بأنه يفعل كل شيء بما فيها المقاومة المسلحة من أجل أن يحصل على حريته هذا اعتراف تجد هذا إسرائيلي وكان مسؤول كبير وكان هو ضد الفلسطينيين كان يدخلهم السجون وكذا لكن وصل إلى القناعة من أن من حقهم الدفاع عن أنفسهم تجد عندنا ناس ينسبون إلى أنهم مسلمين عرب ومسلمين مع ذلك تجدهم يهاجمون المقاومة يهاجمون الفلسطينيين يطالبونهم لماذا قمتم 7 أكتوبر بما فيهم بعضهم يقولونهم أنهم دخلتم وارتكبتم جريمة صهيوني معروف ب صهيوني معروف وكان مسؤول كبير ومسؤول الشبك يقول أن الفلسطينيين من حقهم أن يتحرروا من الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي وبكل الطرق الناس ينسبون إلى أنهم مسلمين وبعضهم ملتحين خاصة دعاة بن سلمان وبن زايد وأشباهه يقول لك لا ما كانش حقهم إياه طبعا بعض المداخل أوصلوا واحد الوقت لما شن أولمرت هذه كانت قبل 15 سنة في 2008-2009 شنت إسرائيل هجوم طبعا ليس بهذه التوحش وهذه البربرية لكن مع ذلك كانوا قتلوا حوالي 2003 ألاف من المدنيين فكان آنذاك أحدهم خرجوا قال لك أنه هاجم المقاومة الفلسطينية بشدة وقال لهم خرجوا على ولي الأمر فقال لهم الناس عباس صارك معارفين هو رئيس ميليشيا وخدام عند الإسرائيل قال لهم لا مش عباس ولي الأمر ولي الأمر هو أولمرت لهذا الحد تخيلوا لهذا الحد اكتب لي أحد الأفاظ الأمس من إحدى المدن في ولاية جيجل بدون أن أذكرها باش ما ربما ما يصلولوش قال لي والله إنني متألم جدا جدا أن الأئمة لا يدعون لفلسطين في المساجد أنا لا أعرف إذا كان هذا في كل مساجد الجزائر حتى أكون دقيق ومنصف لكن هذه شهادة أنت إنسان يرسلني من حل آخر قال لي إنهم لا يدعون حتى الدعاء لغزة في المساجد هذا شخص من أحد إخواننا من مدينة من ولاية جيجل طبعا أنتم ممكن تقولولي إخواني هنا خاصة منكم من يذهب إلى المساجد وربما يصلي الترويح أو يصلي فروض أخرى إذا كانوا يدعون لغزة أم لا داخل المساجد في بلد يقولون عنه إنهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ربما مش عارفين نزيدوا شيء هنا في قضية غزة باش نمشوا للمواضيع الأخرى آه كين موضوعين هنا مهمين ربما نخلوهم للمرة القادمة إن شاء الله سأتذكر لأنني ذكرت هنا كلمة المسيحيانية أو الميسيانيك وربما ناس كثير ما يعرفوش ما معنى المسيحيانية هذه ما معنى الميسيانيك هذا اليهودية المسيحيانية أو نخليها المرة القادمة ونحاول نشرح ما معنى هذا لأن هذه عندما نعرف هذه النقطة ما هي نفهم بعض التصرفات على الأقل نشوفوا من أين ينطلقون بعض التصرفات تتوحش كما قتل الأطفال وقتل النساء وووو لماذا يستندون نحن نعرف أنهم يستندون أنا أكثر من مرة قريت لكم بعض المقاطع من ما يسمونه أنه أصفار أو آيات داخل الطورات يستندون للطورات المزورة بطاعة الحال وأن الرب أمرهم بقتل الأطفال والنساء والحمير والبغال وكل ما يتحرك من عند العماليق أو العمالقة كما يسمونهم لكن في الحقيقة هذه فكرة أعمق حتى وهناك طيارات واسعة تسمى بالطيارات الصيونية الدينية أو اليهودية المسيحيانية التي تستند إلى تخاريف خرافات دينية لكي تذبح الفلسطينيين ويدفعون في اتجاه خطير المخطورة نتاحهم أنهم يتلقون دعما هائلا مما يسمى بالمسيحيين الإنجليين ومرأة يسمون أيضا المسيحيين الصهاينة في الولايات المتحدة والمسيحيين الصهاينة في الولايات المتحدة هؤلاء قوة كبيرة جدا فيها عشرات الملايين الأمريكيين وهي أيضا مع فكرة انتصار إسرائيل لكي ينزل المخلص المسيحية اليهودية الخلاصة انتاحهم أنهم يقومون بكل ما يقومون بمتدمير الفلسطينيين واحتلال الأقصى وخوض الحروب من أجل أن يأتي المسيح المخلص لليهود بمعنى أنه في خدمة اليهود بينما المسيحية الصهيونية التي تدعمهم أيضا منقسمة جزء منها يتبنى نفس الفكرة وجزء آخر يقول لك لا عندما يأتي المسيح يقتل اليهود يقتل المسلمين دعا ويقتل أيضا اليهود وتقوم دولة الرب تحت قيادة المسيح طبعا نحن كمسلمين نشترك معهم أيضا من أن المسيح سينزل لكن كل واحد من الديانات الثلاثة نحن كمسلمين نعتقد أن ديننا هو الحق وهو الصح يعتقد أن سيدنا عيسى يأتي ليحرره من البرابرة الآخرين هذا موضوع ربما كاش نهار إن شاء الله نتحدث عنه لأنني كنت ذكرته قبل فترة وذكرني واحد الأفاضل لكن لم نجد له وقتا قد نعود له في من بين أهم ربما نعتبره هذا خبر أساسي اليوم وهو أن الجنرالات في السودان وخاصة هذا ياسر عطب الذات طالب سفير دولة الإمارات بمغادرة السودان مستنكر وجوده في البلاد حتى الآن وشار إلى توجيه المجلس السيادي السوداني وزارة الخارجية بتقديم شكوى في مواجهة الدول التي قال أنها أجرمت في حق الأمة السودانية يأتي ذلك بعد أيام من هجوم العطا على رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان متهما إياه بإشعال الحرب في البلاد هل نشوف وش قال هذا الجنرال هو واحد من أكبر الجنرالات السودانيين من قادة من القيادة كما يقال رقم اثنين أو ثلاثة داخل ربما القيادة يعني المهم من القيادة العليا هو شي قول محمد بن زايد أبو زايد رئيس دولة الإمارات محمد دائر يسيطر دائر يسيطر على الأماني الزراعية حفظ السودان دائر يسيطر دائر يسيطر على الموالي البحرية في الساحل السوداني دائر يسيطر على الموارد المعدنية من دهب رماسو يراري محديد نحاسو بالأمو عشاء ينفذ هذا الكلام عمل مليشا أو اشترى مليشا جيدوي وأيضا أخوانا دعموا دعم كبير وما براه معه فانر السيئة السمعة والسيء فانر الروسية إنشهوا عدد من الرؤسات والتوارد والوزرع والنافذين في طول التوارد إذن هذا جنرال من كبار جنرالات السودانيين هذا ليس أول هجوم في الحقيقة لكن هنا واضح قال لك أن يقول للسودانيين اللي كانوا يسمعوا فيه هم هذو عسكريين أساسا يقول لهم أنه واحد اسمه محمد بن زايد يعني أراد استصغاره يريد أن يسيطر على السودان يسيطر على السودان ماذا؟ الأراضي الزراعية السودان هو من أغنى الأراضي الزراعية في إفريقيا وفي المنطقة العربية وعلى الموانئ السودان موجودة على موانئ البحر الأحبر اللي هو بحر ذو قيمة كبيرة جدا استراتيجية أيضا ويسيطر قال لهم على المعادن خاصة الذهب ومعادن أخرى ذكرها طبعا ليتابعوني هنا أخواني ومنذ سنوات طويلة أنا شخصيا أقول أن دولة المسخة هذه هي جريمة بحق الشعوب وفي حق الأوطان بعض إخواننا المغارب ويعتقدون أن انتقادي لدولة المسخة هذه لأنها عند علاقات الآن مع النظام المغربي وعقدة اتفاقيات بحدود 40 مليار دولار واستثمارات في المغرب لا لا بعيد عن ذلك أنا لا أبني مواقفي على أشياء عندها ظرفية هنا أو هناك ثم أنا ما عنديش خصومة مع المغرب المغرب نعتبر بلدي الثاني وهم أشقائي وإخواني حتى ولو كان نختلف مع بعضهم وبعض إخواننا المغاربة في بعض النقاط وبعض المواقف فأنا بعيد على هذا وأنا لا أفكر بمفكور هذا التفكير أنت على الأنظمة ليفكروا تفكير إذا كان هذاك مع المغرب أنا ضده إذا كان هذاك مع الجزائر في المغرب أنا ضده لا مش هذا التفكير أنهم سنوات طويلة جدا منذ زمان حتى في فترة اللي كانت فيها مثلا الإمارات تتآمر حتى على المغرب مثلا تهاجم المغرب مثلا لأنهم كانوا يعتقدون عندما حاصروا قطر في بداية صيف في ربيع في جوان بداية من جوان 2017 عندما حاصروا قطر كانوا يعتقدون أن الملك المغربي سيكون معهم في المطلق لأنهم استثمرين ملاير دولارات وعندهم قصور وسعودية والإمارات في المغرب لكن الحقيقة قال والإنصاف أن الملك المغربي كان موقفا فيه كثير من الحكمة وهو نفس الموقف لإخذته العصابة في الجزائر أيضا بالمناسبة لكن العصابة في الجزائر لم يكن متوقع منها أن تكون مع الإمارات والسعودية ضد قطر كانوا متوقعين منها الحيات لأننا رأنا نتكلم عن الفترة التي كان فيها أبو تفليق بالرغم ارتباطه بالسعودية والإمارات ولكن معروف تاريخيا أن هذه العصابة لا تتدخل كثيرا في هذه الصراعات ولا ترسل جنودا بينما المغرب كان أرسل جنود مثلا المغرب أرسل جنود عدة مرات في إطار الأمم المتحدة حب السلام إلى آخره الإمارات كانت تعتقد أن الموقف المغربي موقف النظام المغربي في الجيب وكان حديث من أنهم كانوا أرسلوا جنود مغاربة لليمن هذه ليستم متأكد منها لكن كانت بعض الإشارات لها فكانوا يعتقدون أن بما أن لديهم قصور ولديهم استثمارات في المغرب أن الملك المغربي سيكون معهم وربما يرسل حتى جنود يحاصرون قطر لكن الملك المغربي لم يفعل ذلك أكثر من ذلك راح لقطر وأخذ لأن قطر كانت تحت الحصار وأخذ طائرات من المساعدات الغذائية هذا الموقف جنن الإمارات والسعودية وشن الإعلام الإماراتي والسعودي هذه بارك باش نقولها لبعض المغاربة ربما اللي ما عرفوش هذا التاريخ أو ربما اللي راهم يشتغلوا مرات كذوبة باش يهاجموا فقط شن الإعلام الإماراتي والذباب الإماراتي والسعودي هجوم عنيف لعدة أشهر ربما تجاوزت السنتين حتى بالحقيقة على المغرب كدولة وكبلد وكشعب لأنهم كانوا يتوقعون أن النظام المغربي سيتحالف معهم أوتوماتيكيا آليا إذن باش بارك نقول بعض إخواننا المغاربة ولماذا أحرص أنا على هذا؟ لأنني أحرص أحرص على وحدة الشعب الجزائري والمغربي أحرص على كل ما يصنع الأخوة يعمق الأخوة ويبعد الخلافات والعداء اللي تستثمر فيه بعض الأطراف في الجزائر وفي المغرب ولكن في الأطراف الخارجية الأخطر في المغرب وفي الجزائر مع صراع ديكة يعني أحيانا لكن الأطراف الخارجية هي الأخطر لأن الأطراف الخارجية وعلى رأسها الإمارات وإسرائيل وروسيا وإيران هذه الدول الأربعة بالذات تريد تدمير المنطقة المغاربية الإمارات في الجزائر تريد تدميرها بطريقة الهاردوي بالطريقة الخاشنة في المغرب بالطريقة السلسة الناعمة لمن يريد أن يرى مثل يشوف مصر والسودان مصر الآن كل يوم تسيطر الإمارات أكثر على مصر آخرها أعطاهم 35 مليار دولار والدو مدينة كاملة تسمى رأس الحكمة ناهيك عن السيطرة على عدد كبير من الشركات المصرية والأراضي المصرية والإعلام المصري اللي قدس الإمارات إلى آخره في حين أن السودان لما ما استطعوش يمروا نفس السياسة اللي في مصر هدموه على رأس سكانه وأهله وهنا شفنا الجنرال السوداني وش يقول ما قاله الجنرال السوداني في هذه الأيام وهذا الجنرال وجنرال أخب السودانيين كانوا أيضا يناصروا الإمارات ويرسلون جنودا سودانيين يقتلون اليمنيين بداية من 2015 لكن أنا موقفي من هذا النظام المسخ على الأقل من 2011 لأن في 2011 انتبهت أنهم كانوا من قبل الإمارات ما كانش معروف عليها التوحش والضرب والاستعمار لكن بداية من 2011 وشوفت تدخلهم أنا ذاك في ليبيا بديت نقول بللي هذه الدولة أو الدولة بعبارة أدق هي ستكون مدمر الشو ولعب الدور مدمر في مصر في سوريا في ليبيا في تونس في العراق في ضد الإيغور ضد الروهينغاظ يعني أين يوجد ضرر للمسلمين تجد السعود وبنزايد والنهيان عندهم كفل فيه وعندهم دور فيه خاصة بنزايد بالسنوات الأقيرة إذن هذا الموقف السوداني في الحقيقة متأخر لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي كانوا قبل أسابيع تردوا دبلوماسيين إماراتيين لكن الآن الحديث على طرد السفير واتهم مباشرة هذا الجنرال الكبير اتهم بنزايد بأنه أنشأ ميليشية حميتي من أجل نهب الأراضي الزراعية والمواقع الاستراتيجية خاصة الموانئ والذهب والمعادن الأخر بالمناسبة تخيلوا أن الجنرالات اللي عندنا ما زالوا مخليين ميناء الجزائر الاقتصادي التجاري وميناء جينجين أهم ميناءين في البلادين في البلد في الجزائر تحت إدارة بنزايد ودبي العالمية للموانئ هذا قرار أنا أعتبره قرار جيد وإن كان هو من جنرالات استولوا على الحكم بدون حق واستلاءهم على الحكم وإدارتهم البائسة له بعد انتفاضة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 والإطاحة بالبشير في أفريل 2019 نفس توقيت أيام بعد ما عطح الشعب الجزائري ببوتفليقة موقف جيد وإن كان جاء متأخر أكثر من 20 مليون سوداني يعني أكثر من نصف السودانيين يجعون ملايين سودانيين هدمت بيوتهم آلاف سودانيين قتلوا عشرات الآلاف مش آلاف آلاف النساء اغتصبنا في السودان هاي وشدارة الإمارات وهذا لا ينفي المسؤولية عن جنرالات السودان سواء جنرالات الجيش أو جنرالات الميليشيا اللي تسمى ميليشيا الدعم السريع لكن يبقى موقف جيد هل ستقدم العصابة عندنا وهي تعرف وأعلنت عن ذلك وخرجت بن جرينا يهاجم وخرجت لويزة حنون وجرائدهم بعد السنوات طويلة أنا شخصيا والحراك حراك الشعب يا لية المساعدة يبعث لي مقطع وين الحراك الجزائري يهاجم الإمارات في 2019 الحراك الجزائري وبدون افتخار كنت من الذين اقترحوا على الحراك في الجزائر أن يبدي رأيه في الإمارات وخرجت حراك الجزائري يهاجم هذه الدولة الإجرامية التي أقدمت على تدمير عدم من البلدان المسلمة خاصة في المنطقة شمال إفريقيا وشرق الأوسط كما تسمى أو المنطقة العربية هل سيقدم الجنرالات عندنا وهم يعرفون أنها تتآمر على الجزائر وتتآمر حتى على النظام لكن أنا همني هنا الجزائر ما همنيش النظام هذه العصابات ما تهمنيش أنا نحارب فيها لكن عندما يصل الأمر إلى أنها تتآمر على الجزائر لا هنا يوليهم كل جزائري بغض النظر على موقفهم العصابات هل ستقدم العصابات على نفس الموقف اللي أقدموا عليه السودانيين أم يستنعوا حتى خراب الجزائر هل سيقدمون على طرد الإمارات من موانئ جنجن والعاصمة هل سيقفون نهائيا صحيح أضعفوها ولكنها ما زالت شركة التبغ ويؤمموها هل سيطردون الإماراتيين من كثير من الأراضي والمباني اللي سيطرع عليها في الجزائر هل سيخرجون الإمارات مما يسمونها الشراكة معها في الجيش في استيراد الأسلحة وفي استيراد الآليات واستيراد النمر ومنشعارف وبعض الآليات العسكرية أم أنهم ما زالوا يماطلون ويعطلون ويؤجلون لأن خصوماتهم وصراعاتهم لا تنتهي ولأن هناك بعض الجنرالات وبعض المسؤولين المدنيين قد يفضحون ويكشفون وربما بملفات أخلافية قبل شهرين أو أكثر خرج في مجلس الأمن كما يسمونه مجلس القتلة اللي يسموه مجلس الأمن في الجزائر خرجوا قالوا أن هناك دولة تضايقنا وتديرنا في القلاق قالوا مش تضايق رأي تسعى إلى تدمير البلاد مختنمة على أساس أنها رأي يدرك مع المغرب إلى آخر كما قلت هدفهم في الجزائر أنها تدمر بطريقة خشنة في المغرب بطريقة ناعمة بعثوا لي بعض الأفاضل على إمارتيين هكذا يظهرون في المدن اللي ظهرت فيها الزلزال ويقدمون هداي يحذرهم هؤلاء أخواني المغاربة هذا كلهم عناصر مخابرات إماراتية بن زايد خدمته هو الاستيلاء على الموانئ المغرب يقع في منطقة استراتيجية بالغة الأهمية محيط الأطلسي والبحر المتوسط وهو بوابة الغربية البحر المتوسط إلى آخره ويقع على مرمى حجر من أوروبا الإمارات تريد هذه المواقع المغرب في ثروات معدنية هائلة وسمكية هائلة وأراضي زراعية ومواقع استراتيجية لما رأت تريد أن تضع يدها ويزحوا المغاربة عبيد عندهم نفس الشيء أردت في الجزائر وتريده ما زالت نفس الشيء رأتقوم به في مصر أسألوا المصريين وهو جنرال السوداني ماذا يقول فأنا أحذر إخواني المغاربة لأننا شعب واحد ولأننا منطقة واحدة ويجب أن نكون يوماً ما بلداً واحداً بإذن الله يسمى المغرب الكبير في تدايات القضية التفجير في روسيا شفنا هذا الموضوع وشفنا هذا التصريح اليوم هذا التخطيق ومعرفة من هم المتورطون في هذه العملية من نظمها ومن طلبها رغم ألمنا ورغم رغبتنا بمعاقبة جميع من شاركوا في هذا العمل الشبير يجب أن يكون التخطيق مهنياً وموضوعياً وغير بصورة غير مسياسة نعرف أن الجريمة كانت بيد الإسلاميين الرادикاليين الجيولوجيا التي يكافعها العالم الإسلامي منذ قرون لكننا نرى أن الولايات المتحدة تريد أن تقنع أتباعها أن وفق معلوماتهم لا يوجد أثر أوكراني في هذه العملية الإرهابية وأن مختلفين العملية هم أعضاء داعش نعرف بيد من تم هذا العمل الإرهابي ضد روسيا والشعبها نريد أن نعرف من الموجه خلال العمل المشترك بين مخابراتنا وهيئات تحقيقنا يجب أن نحصل على أجوبة عدد من الأسئلة أولا هل من مصلحة المنظمات الإسلامية المتطرفة أن يبرغ روسيا التي تسعى لحل عادل لنزاع العربي الإسرائيلي كان حديث طويل خلصت وش قال السيد بوتين هو أن المنفذين مسلمين وممكن ينتمون فعلا إلى داعش لكن قالهم ما هي هذه داعش وهل من مصلحة هذه المنظمة المتطرفة أن تضرب روسيا التي في الحقيقة مع المسلمين وتريد حل القضية الفلسطينية مثلا إلى آخر إلى آخر لكن ركز أساسا قال لهم نحن نحب وليس المنفذين هذا المنفذين لا يهمون كثير وإن كان طلب من النائب العام الروسي بأن لا يسيس القضية ويحاول أن يجد الإجابات على كل شيء لكن قال نحن الذي يهمنا هو الذي وراء المنفذين وقال أن الولايات المتحدة سارعت إلى إبعاد الشبهات على أوكرانيا الحقيقة بعبارة أخرى وهذا موجود كله في الإعلام الروسي وفي المواقع الروسية ومسؤولين الروسيين هم كلهم الآن يتهمون أوكرانيا بخطاب متفاوت أحيانا بخطاب في كثير من المباشرة مثل ميد فيديب مثلا وبعض المسؤولين الروس اللي هاجموا أوكرانيا مباشرة نقاله لورا العملية أو بخطاب في شوية دبلوماسية مثل بوتين هنا وين يقول نريد أن نعرف ولماذا أمريكا سارعت إلى إبعاد الشبهة عن أوكرانيا ولماذا هؤلاء هربوا في اتجاه أوكرانيا ولماذا 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 أمريكا كانت تعرف أن العملية هذه ستحدث وطرح مجموعة من الأسئلة لكن خلاصتها كلها تصل من أنه مش مقتنع بأن في تنظيم إسلامي متطرف هو اللي قام بالعملية حتى وإن كان هو المنفذ والإعلام الروسي أخرج أسمان تعالى المنفذين إذن بوتين يتهم في الحقيقة هاو هنا ملخص نزيد نقرأ لكم ما بين الأشياء اللي قالها قال إن الهجوم الإرهابي على كروكس روسيا تعرف مرتكبي هجوم كروكس الإرهابي كروكوس ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه كما نقول بلغة الفرانسيس الذين تآمر ونظموا من الخلف هذا اللي بالنسبة لبوتين يريد أن يعرف من ويقول الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن وكرانيا ليست متوردة يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب في اتجاه أوكرانيا من كان ينتظرهم موناك هدف الهجوم الإرهابي الدموي هو زرع الذعر في المجتمع الروسي المجتمع الروسي أظهر مثالا على التماسك إلى آخره يتم إنشاء منظمة شباب هتلر جديدة في أوكرانيا اليوم إلى آخره إلى آخره إذن الحقيقة أن بوتين على رأس المسؤولين الروس والإعلام الروسي كلهم هجم ومن هم هؤلاء اللي يذكرهم الإعلام الروسي الإعلام الروسي يذكر وجاب في صور بعضكم ربما شاهدوها بما فيهم واحد قطعوا وذنه ويبدو في واحد من الفيديوهات قطعوا وذنه ووكلوهانه في فمه يعني في صورة بشعة حقيقة برغم أنه ربما مجرم ربما هو المشارك هذا إذا كان هو المشارك لأمرات كثيرة كان تحدث عمليات يجيبوا ويجيباته ويجيبوا الميت في تغسال والذي قالوا لو يقولها يقولها نحن عارفوها في الملف الجزائري جيدا قضية التلاعب بالإرهاب لكن نفترض أن الصور والأسماء اللي قدمتهم روسيا كنصحاح واحد اسمه شمس الدين فاريدون واحد اسمه ميرزويف داليرجان واحد اسمه مراد علي سعيد أكرمي علي زاد والرابع اسمه محمد صابر فايزوف الروس قالوا أن هذه الأربعة كلهم من بلد كلهم تاجيك والتاجيك تاجيكستان كما كنت بديت في الحديث بلد صغير في حوالي 9 ملايين ساكن تقريبا كلهم مسلمين أغلبية العظمى منهم بلد جبلي في 90% يعني هو ربما البلد الوحيد في العالم ربما بلد آخر اللي البلد تقريبا كله جبال 90% من المياه و43 ألف كيلونتر مربع جبال حتى فيه واحدة من أعلى القمم جبال هملايا والهيملايا وشعب فقير يعني في النهاية وكان محتل من طرف الروس استقل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهو محشور في ما هو من الدول الحبيسة أي الدول اللي ما عندهاش شواطع ما عندهاش بحر أو مش على المحيط أو على البحر أو محشور ما بين الصين أفغانستان أسباكستان وقرغزتان وهم هم الطاجيك هؤلاء من عائلة الكرد والفرس والعوم الأفغان لغتهم مشابهة أيضا لهذه الإثنيات الأفغانية والفارسية طاجيك موجودين أيضا في أفغانستان بالمناسبة يعني هناك عدد مهم من الطاجيك يتواجد في أفغانستان هذا البلد الصغير اللي عصمته تسمى دوشمبي واللي يرأسه واحد اسمه إمام علي رحمن كان شاهد حرب أهلية بعد انهيار ارتحاط الصوفيتي واخذ استقلاله كانت حدث حرب أهلية دامت خمس سنوات في الوقت اللي كان فيه حرب القادرة في الجزائد تقريبا إذن طبعا عدد اللي الذين قتلوا في هذه العملية في عمل الكروكسون هذه وصل إلى 137 حسب الإعلام الروسي والجرحة 180 وهؤلاء الأربعة تعرضوا لتعذيب وتعذيب شديد جدا والآن يحققون معهم وقالوا أنه روسيا ما عنداش لإعدام لكن ممكن يتصرفوا معهم بطريقة الروس يعني 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 مهم بطريقة أخرى يعني لكن اللي همنا في الموضوع هذا أهم هو القضية أن فوتين يتهم أوكرانيا ويتهم بلدان غربية بعض الإعلام بلدان غربية ويتهموا أيضا إسرائيل بعض الإعلام الروسي بعض المواقع الروسية اتهمت بعض البلدان الغربية خاصة فرنسا وبعض المحللين الروس رجعوا إلى بعض التصريحات متع مسؤولين صهاينا اللي كانوا قالوا وربما المساعد يبعثها هنا أيضا نشوفوها اللي كانوا قالوا من أن روسيا ستدفع الثمن لأنها يشعرون أنها انحازت إلى الفلسطينيين في قضية منذ أن بدأ توحش صهيوني فداخل الإعلام الروسي الفرنسيين ردوا بطريقتهم طبعا الفرنسيين كانوا عزاو إلى آخره لكن كان أحد الردود نشوفوها نشوفوها ترجمة نشوفوها ترجمة نشوفوها ترجمة نشوفوها